السلامة و السادة أهلا بكم في هذه الحلقة المسجلة من نبض البلد العلاقات الأردنية مع الاحتلال سياسيا عسكريا كيف نقرأها الحديثي حول هذا الموضوع أرحب بضيوفه الكرام اللواء المتقاعد العبدالله باشا ربابع مساء الخير يا سيدي أهلا بك السلام و الرحمن أرحب أيضا بعض مجلس عيان معالي الأستاذ محمد داودي مساء الخير معالي سلام خير أرحب بك وأرحب بأن نائب السابق الأستاذ محمد داودي مساء الخير سلام حيا أهلا بك أبدأ معك باشا و في الـ 25 عام كان هناك قرار سيادي أردني بارز مهم وهو قرار البقورة والغمر واستعادة أراضي البقورة والغمر وهذا إنجاز وطني و كان عليه كثير من اللغة قبل صدور القرار الملكي باستعادة الأراضي تفضل بداية سيدي اسمح لي أهني جلال سيدنا بعيد الاستقلال الـ 78 و عيد الجلوس على العرش 25 و عيد القوات المسلحة بعد أسبوع في 10-6 سيدي الغمر والبقورة هي أراضي أردنية مستعادة كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي تم إعادتها باتفاقية وادي عربة في الـ 94 و نصت الاتفاقية على أن تعود الأراضي الأردنية بعد 25 عام من بدء تنفيذ الاتفاقية مساحة الأرض المستعادة في البقورة هي 820 دنم من المساحة الإجمالية اللي كانت محتلة 1390 دنم باقي الأرض اللي لم يتم استعادتها هي أراضي مسجلة بأسماء أشخاص يهود تم تسجيلها بقايا مشروع روتنبرغ مشروع روتنبرغ هو مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية نعم ولكن المشروع فشل وحجم الأرض الانتداب البريطاني في ذلك الوقت اللي خصصها لهذا المشروع كانت تزيد عن الطاقة الاستيعابية للمشروع فتم بيع جزء منها للوكالة اليهودية والوكالة اليهودية بعتها إلى أفراد والأفراد الآن هم مالكين شخصيين لهذه الأرض الآن الأرض هي جميحها تحت السيادة الأدنية ولكن هناك تقريبا 550 دنم لمالكين إسرائيليين يتم دخول المالكين إلى الأراضي من خلال نقاط مسيطرة عليها من قبل القوات المسلحة يتم تفتيشهم، يدخلوا على أراضيهم يعملوا فيها ومن ثم يغادروا المنطقة بالنسبة للباقورة بالنسبة لمنطقة الغمر هي 4,235 دنم تقع في جنوب الأردن في وادي عربة تبعد عن العاصمة عمان 168 كيلو متر هي أرض طولي تقريبا طولها 5 كيلو متر تم استعادتها بالكامل من قبل الجانب الإسرائيلي والآن هي تحت السيادة الأردنية فيها العديد من أبار المياه تم إضافة عليها الآن أصبحت منطقة الغمر هي من المناطق المستثمرة جراعيا في الأردن بتوجيهات ملكية تم وضع خطة خمسية للاستثمار في هذه المنطقة تم الاستثمار 10% من هذه المنطقة الآن جزء من هذه المنطقة تم إضافة للأربح 1,235 دنم تم إضافة 10,000 دنم من نفس المنطقة داخل الأراضي الأردنية قبل سنتين تم زرعتها بالفلفل الحار والفلفل الحلو تقريبا ألف بيت بلاستيكي وأربعمائة بيت بلاستيكي تم زرعتها بالثوم الثوم بسميه التقاوي التقاوي هذه ممكن إحنا نستخدم 10,000 دنم بعد تحويلها من من المسمى الأصلية ترحها التي هي التقاوي إلى استثمار فالآن هي أصبحت تساهم ولو بشكل بسيط في الأمن غذائي الأردن جميع معليك سؤالي في هذا الإطار ونحن نتحدث عن البقورة والغمر القرار كان تاريخيا كان هناك كثير من الضغوط تجاه التمديد لتأجير هذه الأراضي وفق اتفاقية وادي عربة وكان القار الملكي واضح رغم كل ما ثار قبيل اتخاذ القرار في هذا الإطار تمام يعني محد نتنياهو في تلك الفترة لمحاولة ابتزاز الأردن بتلويح بأنه رح نقطع الماء رح نقطع الماء عن عمان بدل أربعة أيام بالأسبوع أسبوعين وإجراءات عديدة جدا ولوحوا بأنه رح يتدخلوا مع الكونغرس والمساعدات الأمريكية كل هذا تمهيدا إلى أن ينقص الأردن عن توجهه لكن جلالة الملك أخذ القرار السيادي قبل سنة من يعني في الموعد المتفق عليه في 2018 أخذ في تشرين الثاني 2018 أخذ القرار باسترداد الباقورة والغمر وهذا إسرائيل لا تنسحب إسرائيل في العقيدة جوه في البنية الروحية والعسكرية والأمنية والتاريخية لا تنسحب إسرائيل الأرض الأرض مادة إسرائيل الأرض حياة إسرائيل الأرض روح إسرائيل فإسرائيل لا تنسحب إنسحابها من بقعة لو متر واحد إلو آثار نفسية ودلالات إنه ممكن تنسحب ولذلك إسرائيل كان يعني يعني لأنسى قصة إنه في منافع مادية لعدد من الزراعيين مش هذا الموضوع الموضوع بالنسبة إنه أيضا إحنا مش دورين على أربعمائة دنوم ولا خمسمائة دنوم ولا ألفين دنوم إحنا دورين على سيادة وعلى رسالة حملت إرادة جلالة الملك حملت رسالة إنه لهونه بس طبعا في طموحات وفي مشاريع تستهدف الأردن مش الغمر والباقورة تستهدف كل الأردن الأردن بالمشروع الصهيوني جزء من أرض إسرائيل الأردن هو أرض إسرائيل الشرقية التي يحكمه أعداؤنا الهاشميون هذا ما يدرس في مدارسهم مش مش تبلي الهاشميون والأردنيون هم الآن يحتلون أرض إسرائيل الشرقية كان نهر الأردن فاصلا بين أرض إسرائيل الغربي وأرض إسرائيل الشرقية ثم جاء الملك عبد الله ثم ملك عبد الله الأول أمير عبد الله في 22 أخرج الأردن من وعد بلفور في 46 الاستقلال ثارت تائرة اليهود مرتين مرة أولى بـ 1922 لما أخرج الأردن من وعد بلفور ومرة ثانية لما وافق الإنجليز على منح الأردن الاستقلال على شكل دولي على شكل مملكة سنة 2025 نحتفل فيه 25 أيار 1946 ومتزال يعلن وخرائط وأوهام وأحلام ومشاريع كل هذه طبعا الأردن بطش فيهم بطشة يعني بحسبوا حسابة الجيش الأردني كسر أنف يعني وهشم وجه العسكرية الإسرائيلية في الكرامة وقبلها طبعا ميشع هزمهم على جبال مادبة وذيبان لكن بالأساس الأرض في البنيان النفسي والعسكري والأمني والتاريخي والديني هي مادتهم هم أرض إسرائيل اسمها في الثماني وأربعين لما أعلنوا دولتهم سموها حرب التحرير حرروا أرض إسرائيل من العرب من الفلسطينيين فيعني جايين هم جايين على تراث هائل بيقولهم هذه أرضكم أو هم واقعين في حبال يعني ظنون وأوهام أنه هذه أرضهم ولذلك كل إسرائيل كل يهودي بديش أقول كل إسرائيلي ما قبل من الفين سنة من الفين سنة لما بيلتقوا زي ما بنقول إحنا لبعض من العايدين هم بيقولوا إن شاء الله السنة القادمة في تل أبيب في القدس لما بيلتقوا على العشاء المتدينين بيقعدوا العيلة ويقولوا شلت يميني إن نسيتك يا أرشالين من الفين سنة اليهودي اللي في كندا واليهودي اللي في تنزانيا واليهودي اللي في المغرب واليهودي اللي في كندا أوروبا هذه هذه واحدة من الكوارث القادمة على كل حال قصة الأقصى وقصة القدس وقصة بس إحنا بنحكي على أرض إسرائيل هذه في عقيدتهم لذلك لما انسحبوا من الغمر والبقورة انسحبوا واهتزت اهتزت ثوابتهم وشرائعهم وقناعاتهم ونفسياتهم إنه كيف بننسحب نعم من أرض إحنا مسكناها وكل الأرض مش إلهم مش بس الغمر والبقورة لا السامرة ولا كلها مش إلهمها كلها أرض فلسطينية عربية لكن هم اللي وصلوا له لحد حدود إسرائيل حيثما تصل الدبابة هذه القاعدة الكبرى اللي انبنت عليها إسرائيل نعم سعدت الأستاذ محمد ونحكي اليوم في ذلك التوقيت لاقى القرار ارتياح شعبي كبير رغم كل الضغوط اللي تعرض لها الأردن للتراجع عن قراره باسترجاع البقورة والغمر والتمديد وكان هناك مطلب إسرائيلي واضح بالتمديد لـ 25 عام أخرى للبقورة والغمر اليوم نقف أمام موقف سياسي واضح لجالة الملك تجاه هذا الأمر وأمام علاقات أردنية إسرائيلية متوترة منذ فترة طويلة جدا يعني افتداء مساء الخير مساء النور كل عام أنت بخير للوطن وقيادة الوطن وليل الجميع أنا باعتقادي يعني قبل أن نتحدث في ذلك الزمان وفي ذلك المكان فيما يتعلق بالبقورة والغمر اتخاذ قرار ملكي وقرار سيادي للدولة الأردنية بأن يكون هناك كما غرّت جلالة الملك بتلك الفترة لطالما كانت البقورة والغمر أراده أردنية فقررنا إنهاء ملحقي البقورة والغمر هذا كان القرار السياسي اتداءا ولكن الزمان إلو دوره والوقت إلو دوره إحنا نتحدث عن فترة هناك جمود في العلاقة الأردنية الإسرائيلية على صعيد السياسي بالرغم من توقيع اتفاق وادي عربي إحنا بنحكي بفترة الذي كان يرأس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب وكان يطرح في تلك الفترة مسألة صفقة القرن وما شابه وما له من ملحقات حتى على منطقة الشرق الأوسط وأنت كأردني وكدول أردني في جلالة الملك يتخذ قرار بإنهاء الملحقين فيما يتعلق بالبقورة والغمر بتلك الفترة كان هناك ضغطات وكان هناك تسريبات وتبين بأنه من تلك التسريبات فيما يتعلق بتمديد البقورة والغمر كانت تأتي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنيو ولكن كان هناك قرار سيادي للدول الأردنية في تلك الفترة وكان هناك ضغط سواء كان أمريكي ولا غير أمريكي أنت بتحكي في زمن كان ترامب يعتبر أن القدس واتخذ قرار بأنها جزء من دولة إسرائيل أنت تتحدث في زمن بأن الجولان اتخذ قرار ترامب بأن الجولان جزء من دولة إسرائيل وأنت كدولة أردنية تتخذ قرار بعادة وإنهاء عقد أو ملحقي البقورة والغمر لذلك بتلك الفترة كان هناك ضغطات سياسية غير عادية وكان هناك بعض الآفاق التي تطرح ويتم التعاطي محها بطريقة أكثر من إيجابية من طرف جلالة الملك فكان هناك محورين أساسيات المحور الأول أولا الذي كان مطروح بتلك الفترة أنا أريد أن أربط سياسيا ما بين اتخاذ قرار ملكي وما بين المستجدات السياسية بال2018 و2019 نعم أولا من ضمن الضغطات التي كانت موجودة هي العلاقة الأردنية الفلسطينية فكان هناك قرار للدولة الأردنية بعدم النقاش في أي علاقة أردنية فلسطينية كونفدرالية أو ما شابه إلا بعد أن يتم إقامة الدولة الفلسطينية المستقدة هذا أولا اثنين مسألة الوسائية والرعاية للمخدسات الإسلامية هذا خط أحمر كان عند جلالة الملك وعند الدولة الأردنية غير قابل للنقاش بتلك الفترة فلذلك أنا أعتقد من أسباب نجاح السياسي الأردنية هي مسألة التوازي السياسي هي مسألة أنه نحن لا نقبل بأن لا بأن لا بأن لا كنا غائبين عن أي مشروع سياسي موجود سواء في المنطقة أو لخارج المنطقة بمعنى عدم الابتعاد عن طاولة الحديث ومسألة الانخراط المستمر في أغلب القضايا سواء كانت على صعيد وطن أردني أو قامية عربية فلذلك كانت مسألة الغمر والبقرة التوقيت له كان دور والقرار السياسي كان له دور أساسي بتلك الفترة فاستطعنا أن نحقق الجانب الإنجازي كما ذكر مع أخونا أبو أمر بأن الإسرائيلي يعقدته الأرض الإسرائيلي وقع اتفاق وادي عربي وقبلها واتفاق أوسلو أنا أتذكر بتلك الفترة كان هناك نداءات موجودة بالشارع الإسرائيلي وكان إعلانات موجودة في حيفا ويافا ومناطق التماريو أربعين تقول بأنه فلتقطع يدك يا ربي الذي قمت بتسليم اليهودة والشامرة إلى الفلسطينية فلذلك مشكلة الإسرائيلي في الأرض ليس في البشر فلذلك كيف أنت بتم استعادة وإنهاء ملحق فيما يتعلق بالغرور أنا أعتقد كان إنجازاً ملكي وكان إنجازاً سياسي في تلك الفترة للدولة الأردنية نعم سأعود لكم دوفي الكرام بعد فاصل قصير المزيد من حديث حول اللاقات الأردنية الإسرائيلية خلال 25 عام واللي لها سمة الجمود الحذر وكانت 27 عاماً فاصلوا من المنواصل قمعنا نواصل حوارنا واضيفنا الكرام باشا أتوقف عند القوات المسلحة التي لها دور مهم وهي ركيزة أساسية في العلاقة الأردنية الإسرائيلية لأننا نستند دائماً على دور قواتنا المسلحة وقدر قواتنا المسلحة في الدفاع عن الأردنية الأردنية سيدي يعني جيشنا جاهز وخلنا نحكي بعد ما تولى جلالة الملك عبدالله سلطاته الدستورية كل 25 عام تم إعادة هيكلة القوات المسلحة بحيث تتناسب الهيكلة مع الأدوار المستقبلية اللي تناطب القوات المسلحة وإحنا عدونا الرئيسي يعني بالنسبة القوات المسلحة إسرائيل يعني ما غيرنا عقدتنا الكتالي هلأ فيه سلام السلام سياسي إحنا لسه ما تحول السلام إلى سلام دائم بيننا وبين الإسرائيليين ولكن تحكمنا الاتفاقي لموقع معهد السلام بيننا وبين الجانب الإسرائيلي جيشنا مجهز بطائرات حديثي بدبابات حديثي بقوات خاصة خفيفة سهلة الحركة قوات مسلحة مرنة مزودي بأحدث الأسلحة اللي موجودة في العالم قد نستخدمها في يوم ما أو قد لا نستخدمها لكن إحنا يعني عارفين إنه عدونا يتربص بالنسبيننا مثل ما حكى معالي أبو عمر إنه الإسرائيليين عارف بيقول لك إنه إحنا حدودنا الشرقي النهر وإحنا طبعا جاهزين كقوات مسلحة الآن قواتنا مسلحة إحنا استغلينا كقوات مسلحة الاتفاقية تفاقية السلام والآن جيرنا جزء منها لصالح أشقنا في غزة نعم الآن القوات المسلحة بسمعلي بس باش أنا بدي أرجع لألفين وطمانتاش ألفين وتساطاش أول زيارة لجالة الملك للأراضي المستعدة كانت بالزيل العسكري سيدي يعني حتى نكون دقيقين إحنا واحد وعشرين عشرة ألفين وثمانتاش أعلن جلالة الملك أول مرة أنه إحنا لا تجديد لا تجديد بعد عام بعد مضي عام أعلن في مجلس النواب أنه الآن الاتفاقية انتهت والآن أرضنا رجعت هنا مباشرة ثاني يوم راح إلى المنطقة الشمالية في الباقورة وسموه الأمير حسين كان معنا وتم رفع العلم الأردني واحتفال في ذلك الموقع وبعدها بكمن يوم أو بأسبوع أقل ذهب إلى منطقة الباقورة الغمر الغمر آسف الآن إحنا ما تغير شيء على قواتنا مسلحة قواتنا مسلحة موجودة في أماكنها مجهزة مدربة جاهزة مزودة بأحدث الأسلحة وأحدث الإمكانيات اللي مثل ما حكيت قبل شوي القرار سياسي دائما الحرب بتبدأ سياسيا ترى مش بتبدأ عسكريا عندما تفشل السياسة تبدأ الحرب عسكريا بنفذوا خططهم فمن حيث قواتنا مسلحة قواتنا مسلحة يعني طمعن والشعب الأردني طمعن أنه قواتنا جاهزة لمواجهة أي عدو لكن عدونا الأصل إحنا إسرائيل نعم معليك العلاقة الأردنية الإسرائيلية خلال 25 عام من حكم متولي جالة الملك سلطات الدستورية يعني نكاد لا نراها لأنه فعلا علاقات إحنا دولة سلام جلالة الملك رجل سلام كل هيئات العالم المهتمة بالسلام قلدته أو سمته ووشحته باعتبار الرجل سلام جلالة الملك موثوق لما بيحكي في العالم بيحكي بمصداقية وزي ما قال سمولي العهد قبل يومين على العربية بوجه واحد واللغة نفسها ولذلك لما بيحكي جلالة الملك أنه هذه 7 أكتوبر مش القصة ما بدت 7 أكتوبر بدت لما بعيدنا لأصل المشكلة اللي هي الاحتلال احتلال إسرائيلي لأراضي الفلسطينية 67 بيحكي جلالة الملك على هذا على هذا العصب الذي يرفضه الإسرائيليون هذه هي قصة بيننا وبينهم الإسرائيليون يجنحون كثيرا نحو التطرف بايدن بيقول أنه هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل بايدن صديقهم وحبيبهم والعالم كلهم بلاحظ وهذه الإبادة اللي بيعملوها قاعدين بتدلل على أنه بنطلقوا من عقائد خرافية ومن خرافات واهمة إحنا بنحكي على ما عم نشوف أي علاقات أردنية إسرائيلية على الإطلاق لا على المستودة السفارة مسكرة مع أنه شبابنا بيروحوا بيراجدوا عليها ما فيش حدا فيها تغلبوش حالكوا الأردن مش مرجع سفيره ولا مستقبل سفير إسرائيل حتى تنجلي هذه هذه المذبحة حتى يتوقف ذبح الشعب العربي الفلسطيني الشقيق الإسرائيليين يا سيدي جنحوا إلى يعني حد لا يمكن العودة مننا اللي هو الذهاب إلى الحرب لا يمكن كل الإسرائيليين برفضوا حل الدولة يعني رفض مطلق حتى عدى البايدن مجددا وقال أنه حل الدولتين ضمن مباحثات تشارك فيها إسرائيل وتوافق عليها إسرائيل مش موافقين إسرائيل على حل الدولتين مش موافقين على السلام سمو ولي العهد أول مبارح على العربية حكى أنه هذه بجر العالم إلى كمان حروب إقليمية طالما هذا العقل الإسرائيلي بهذه الوحشية وبهذه الشراها وبهذا الإعراض عن نداءات السلام العالمية طالما أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية ستظل مش في الفريزر بدأ أقول في النفايات ما في علاقات على الإطلاق ولذلك السلام المنشود صار يعني كمان سمو ولي العهد قال أصبح مستحيلا إحنا بنحكي على عصابة بالدير إسرائيل هايهم مطلوبين مطلوبين للمحاكمات مطلوب نتنياهو ووزير حربه مطلوبين العالم كله مش إحنا مش العرب ولا المسلمين اللي طلبوهم العالم بالأخير يعني وصل إلى قناعات إنه لابد من يعني شيء من العقاب لهذول الناس فإحنا متعامل مع مجرمين أو شوف نتنياهو من زمان جلالة الملك حسين الله يرحمه وجه له رسالة نشرتها يدعوت أحرانوت موجودة على المحركات البحث وصفوا بأنه أنا تعاملت مع كل السياسيين في العالم أنني لم أتعامل مع واحد كاذب على غرارك على طرازك رسالة وبخوا سمتها يدعوت أحرانوت رسالة توبيخ لنتنياهو هذا الحكي في الست و تسعين أنت بتحكي على واحد ذهب أبعد خلاصه الشخصي أصبح أهم من خلاص إسرائيل وأهم من السلام ذهب أبعد صار أسير للأصوات اللي بالكنيسة أصوات القوى المتطرفة اللي على يمينه وعشماله الثنين هذول المجانين كيف بدنا نعمل معهم سلام كيف بدنا نعمل معهم كيف بدنا نزورهم جلالة الملك اللي ما زارهم حتى الآن زار السلطة الوطنية أراضي السلطة الوطنية ما زارش إسرائيل خلال 25 عام خلال 25 عام يعني الصورة واضحة جلالة الملك بعبر عن ضميرنا كنا بأن يضع هذه العلاقات في حجمها الصحيح الذي لا يمكن أن نرضى عنه ولا برضى عنه جلالة الملك ولا سمو ولي العهد ولا شعبنا كله عن هذا يعني إحنا بنعمل التطبيع اللي كان لسه بده يلحق فشل التطبيع عم بيخسر وعم بيفشل وعم بيقود العالم كله نتنياهو لمطامعه الشخصية إلى خانات جديدة خانات لا يمكن أن يكون فيه سلام ولا استقرار ولا ازدهار ولا تنمية في المنطقة مدام هذا الرجل وهذا الانجراف الإسرائيلي والانحراف الإسرائيلي نحو التطرف السلام قضوا على السلام وقضوا على الرفاه وقضوا على التطرف جامعة تل أبيب أخي محمد وباشا وأخي محمد أيضا نحن ثلاثة محمد ما شاء الله جامعة تل أبيب عملة دراسة قالت نتيجتها إذا بيحل السلام في المنطقة سيرتفع دخل كل إسرائيلي 26% شوف ارتفاع هائل 26% مش 6% وأيضا سيرتفع دخل الأردني والفلسطيني والسوري واللبناني والمصري بجوز 27% بجوز 20% بس هذا كله مدمر ولا يمكن أن يتحقق طالما في هذه العقيدة الاحتلالية الاستيطانية أيضا معلش أستذكر ما قالوا سمين العهد لما صارت أوسلو كان في 200 ألف مستوطن في الضفة الغربية الآن في 750 ألف مستوطن أو 700 قال سمين العهد ماشين باتجاه يعني تهويد الأرض وتهويد السياسة وتهويد المنطقة وإذا بتتوقف المقاومة الفلسطينية الباسلة العظيمة اللي في غزة واللي في الضفة الغربية أيضا اللي اللي مش مرة واحدة طالعة مش بالضربة القاضية بالنقاط في مقاومة عظيمة وباسلة هذه بتدافع عنها هذه بتدافع على الأردن وهذه تشكم المشروع الصهيوني أن يتقدم من أكثر من 100 سنة أكثر من 100 سنة المقاومة الفلسطينية للمشروع الصهيوني أنا بدي أودي لك أو أكتب لما غزة النازية أوروبا في دول ساعات صمدت في دول يوم في دول يومين دول العظيمة صمدت ثلث أيام وأربع أيام وخمس أيام غزة صمدة من 7 أكتوبر ولسه الحبل على الجرار يعني في عظمة وفي تضحية طبعا أخي محمد والباشا وأخي محمد في احتلال في مقاومة هذه قواعد العالم نعم وفي مقاومة في تضحيات وفي آلام وفي دمار وفي شهداء وفي كوارث هذه كمان حقائق لا يمكن لا للشعب الفلسطيني ولا أي شعب أنه يستسلم للمحتل بحجة أنه والله بده يحفظ حياته بدوره وأرواحه وهذه أقدار صارت صحيح أسمع وش نظرك في 25 عام من العلاقة واللي بترسمها عدم زيارة جالة الملك للكيان الإسرائيلي منذ توليه سلطاته الدستورية رغم أن نتنياهو تحديدا زار الأردن في أكثر من مرة وحاول في أكثر من مرة وطمسوها أعلاميا أسمع يعني 25 عام فيما يتعلق بالعلاقة الأردنية الإسرائيلية علاقة فتور وإذا لم تكن أحيانا في بعض الأحيان علاقة موجبه مجمدة في الفريزر في الفريزر يعني خلال تنفيات فلذلك أنا بأعتقد هناك يعني أنا مطلع نوعا ما أنه أحيانا لما يكون هناك هجمة من طرف كتاب مرتبطين ابن تلياهو أو اليمين المتطرف الإسرائيلي على جلالة الملك وعلى جلالة الملك وولي الأهد هذا نتيجة الأثر الإيجابي اللي بتم ممارسته عبر العلاقة سواء المعلاء الأوروبيين أو الأمريكاء وفي تحقيق نتائج موجودة على الأرض الواقع أنا أتذكر يعني بداية 7 أكتوبر العالم كله كان ينظر إلى زاوية وسردية واحدة وهي سرد الإسرائيلية نعم بعد خمسة أيام ست أيام جلالة الملك عمل جولة على مجموعة من الدول الأوروبية ونقل الرواية الفلسطينية الحقيقية المسألة مش مسألة وقت 7 أكتوبر المسألة إنه فيه 75 عام من معاناة الشعب الفلسطيني الموقف الأردني وموقف جلالة الملك هو موقف طبيعي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ولكن في هذا الزمن الأعوار في ظل التباينة الإقليمية صار الموقف الأردني موقف استثنائي وهاي مأساة يعني بحق كثير من المنظومة العربية اللي موجودة فلذلك يعني احنا الآن بنحكي في زاوية الدولة الفلسطينية وموقف الدولة الأردنية ومصلحة الدولة الأردنية في ظل وجود فتور شبه مجمد بالعلاقة مع الإسرائيليين أنا فقط بدي أسأل الكل يتحدث عن مسألة التطبيع من إسرائيل هل الإسرائيلي يريد التطبيع بده تطبيع على مقاسه مش تطبيع بشكل علاقات محترمة مبنية على السلام هو فقط بده التطبيع ضمن زاوية ضيقة زاوية اللي بديها هو مش زاوية أنه علاقة استراتيجية ما بين تلك الدولة العربية التي تريد بناء علاقات استراتيجية مع دولة الكيام فلذلك المفهوم التوسعي اللي ذكره الأستاذ محمد الاستيطاني الموجود على الأرض هذا سرطان موجود الآن احنا بنحكي من الـ 94 بدي أحكي من أصلة اليوم على الأرض الفلسطينية ماذا حدث اللي قتل رابين اللي هو صانع السلام أو صانع ما يسمى بالسلام الإسرائيلي العرب ولا الإسرائيلي متطرفين نعم فلذلك كيف عندما يحدث الآن بأنه الذي يحكم دولة الكيام هو اليمين المتطرف اليمين العنصري اليمين الذي لا يؤمن بوجود عرب موجودين لا بالضفة ولا في غزة اليمين الذي يؤمن بالحالة التوسعية فلذلك الآن يعني هذا اليمين أنا أعتقد في ليلة القبض على فاطبة في ليلة القبض على نتنياهو في المرحلة القادمة وما حدث قبل يومين فيما يتعلق بمجزرة رفح أنا أعتقد هذه قاسم أساسي إما الوصول إلى حل سياسي أو الوصول إلى إنهاء السياسي لحكم نتنياهو فيما يتعلق بدولة الكيام فلذلك الآن في بعض المنعطفات الموجودة حالة التمرد الآن التي تصير في الجيش الأساسي أنا لا أراهن على ذلك لكن الآن ضمن حالة المنعطف الموجودة لا في نوع من الحالة موقفنا الأردني خلال طيلة الفترة حتى فترة الحرب الموجودة هو موقف ثابت الحل يجب أن يكون حل سياسي إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية وأردنية فلذلك الآن ضمن هذه المنعطفات الغير عادية كان هناك بعض المسائل التي أصبحت مدرسة عالمية عندما أتحدث بالإنزالات الجوية فيما يتعلق بمساعدات من هو الذي يقام في البترة؟ سأتوجه لهذا الأمر وهو دور مهم جدا للقوات المسلحة معك باشا لكن بعد فاصل قصير فاصل مدمر واصل بقوما نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام وتوقفت معك باشا ونحن نحكي عن القوات المسلحة الأردنية ودورها ونتحدث عن علاقة الأردنية الإسرائيلية ونتحدث عن مرحلة الحرب في غزة ودور القوات المسلحة الأردنية لتميز بإنزالات جوية لمساعدات إنسانية على كافة مناطق قطاع غزة إضافة للدور الميداني بالمستشفية الميدانية العسكرية أشكرك سؤال يعني مهم جدا استغلت الأردن العلاقات السياسية مع الجانب الإسرائيلي وحولت هذه العلاقات لصالح الأهل في غزة بداية إحنا كان إنا مستشفى ميداني واحد إلا هو غزة ستة وسبعين في ذلك الوقت ونتيجة الحصار والظروف اللي تم عمليات الإغلاق كافة المعابر على قطاع غزة أصبح المستشفى بحاجة إلى عملية تزويد وإحنا استغلينا الموقف قوات المسلحة وعملت عمليات إنزال لتزويد المستشفى بحاجتين الحاجة الأولى تزويده بالمعدات الطبية المستهلكة والحاجة الثانية لتزويد المستشفى بالمواد الغذائي طبعاً مجلسة أنا حكيت عن هذا المكان سابقاً إنه عملية الإنزال لنقطة ترى مكلفة فكانت الجي بي أس اللي موجود على البوكس اللي بده ينزل على مكان ما بيكلف 12 ألف دولار زودنا إحنا المستشفى فكانت العمليات ناجحة استغلينا الموقف وحولناها لتزويد الأهل بالمواد الغذائي فزودنا إحنا قطعة غزة بالمواد الغذائي في طبعاً غزة تقسم إلى ثلاث مناطق شمال وسط الجنوب بالبداية لما كانت الحرب شغالة في الشمال كنا نزويد الجنوب ولما وصلت الحرب إلى الجنوب كنا نزويد الشمال والجنوب والآن إحنا بنزويد الشمال والوسط والجنوب فالفكرة بدأت من القوات المسلحة الأردنية وتم طلب من عطوفة رئيسة الأركان المشتركة من الملحقين العسكريين الموجودين على الأرض الأردنية إذا عندكوا مظلات أنتم مش بحاجة إلها فزودونا فيها فبدأت عملية التزويد فالفكرة عجبت كل الدول أنه طيب إحنا ليش ما نساهم إحنا في عملية الإعاشة أو التزويد للدول وإحنا عندنا طبعا الهيئة الخيرية الهاشمية لها باع طويل في هذا المجال فستطاعت أنه تعمل على طريقتين طريقة الأولى تأمين سلاح الجو الملك الأردني بطرود ليتم إسقاطها في غزة والطريقة الثانية لتأمين برضو قوات المسلحة هنا ترى الدور يعود عملية التنسيق مع الطرف الآخر من قبل من خلال قوات المسلحة الأردنية نعم من خلال تأمين القوافل المساعدات الأرضية فطبعا كانت القافلة طبعا أنا طبعا على علم بأدق التفاصيل في هذا الموضوع لابني كان يشتغل في هذا المجال فكانت القافلة تدخل على أرض السبع وستين ثم تنطلق إلى أرض الثمانة واربعين تتجه جنوبا جنوب قطعة غزة بستين كيلو هناك يوجد معبر ومن ثم تدخل الأراضي المصرية تتجه شمالا ومن ثم تدخل إلى رفح المصرية من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية وتستلمها الجمعيات الغاثة والهلال الأحمر الموجود في فلسطين العملية مش سهلة العملية كانت معقدة والقافلة كانت خمسين شاحنة ستين خمسة وستين خمسة واربعين كل ما توفر عدد من الشاحنات تدخل الشاحنات بحاجة إلى تنسيق إحنا ما بنودي شاحنات بدون تنسيق فالتنسيق كانت تؤمن بالحماية قبل الطرف الإسرائيلي داخل أرض عندما تدخل إلى داخل إسرائيل وتدخل إلى الجانب المصري أيضا تنسيق مع الطرف المصري تؤمن بالحماية حتى تصلوا إلى أرضي الفلسطينية نعم نحن عندنا الآن مستشفيات ميدانية اثنين موجودات في غزة المستشفى الميداني الأول السابقا الآن رقمه 77-78 يعني 78 مستشفى تم تبديلها في خدمة الأهل في غزة فإذا موضوعنا مع غزة إحنا مش موضوع 7 أكتوبر إحنا موضوعنا مع غزة موضوع قديم متجدد وعندما أصبح الأهل يعانوا نتيجة لشح الإمكانيات والظروف الصحية والطبية اللي موجودة في غزة تم تزويد الكطاع بمستشفى آخر موجود في خان يونس والآن يعني إحدى المستشفيات أربعين حاضنة أطفال فإحنا ماذا يريد الشعب الفلسطيني أو الشعب الغزاوي في غزة كنا الخدمات الطبية كانت تكيف نفسها بحيث أنه تركز على هذا البعد الإنساني والبعد الطبي وهو بعد مهم جدا في تعاطف بس معلش يعني أنا في نقطة في نقطة بدي أرجع لها طبعا يعني جلالة سيدنا حذر العالم أكثر من مرة من خلال الأمر المتحدة والاتحاد الأوروبي والعلاقة مع أمريكيا بما سيحصل مستقبلا وحصل في سبع أكتوبر نعم وهذه كانت رسائل كان سيدنا يبعثها لكن عالم ما كان ينتبه إلى الرسائل اللي كان يعني جلالة الملك يحذر العالم منها في نقطة أخيرة أنا شخصيا أعمل أنه اليسار الإسرائيلي في الانتخابات النيابية القادمة أنه رح يكون إلو دور 26 باشا انتخابات في تشرين 26 إلا إذا أسقطوا الحكومة بغضا سيدي يعني لأنه إحنا أول سابقا كان اليسار الإسرائيلي هو المسيطر رابين رابين وبرير حزب العمل الآن ظل ينحرف ويسحبوا البساط من تحتهم اليمين في الشيسار ألا في الشيسار حتى وصلنا أحمد الطيبي باشا إلو أكثر من حزب العمل اللي أسس إسرائيل صحيح فظلوا يسحبوا البساط حتى أكثر من حزب العمل حتى رح إسرائيل كلها في إلى اليمين نعم وأنا هنا السؤال المهم اليوم نحن نحتفل بي بي الفضي وأكثر من أتعامل عامل الدولة الأدنية ما تحدث عن 25 سنة قادمة في العلاقة مع الاحتلال في ظل التوتير الذي يحدث اليوم في المنطقة تفضل يعني شوف هذا الرشد مش متوفر الآن في إسرائيل قديش فيه رهان إنه صير فيه رشد أدركت إسرائيل إنه لا يمكن أن تهمد مقاومة الشعب الفلسطيني من فترة طويلة والآن انتفاضات حجارة صواريخ كل أشكال المقاومة دهس افتدائية بدي يسميها انتحارية عمليات افتدائية كل أشكال المقاومة بيقاومها الشعب العربي الفلسطيني ما بيخلي شيء ما بمارسه من أجل كرامته من أجل استقلاله من أجل جلاء الاحتلال يعني أنا للإسرائيليين أن يدركوا أنه لا يمكن على الإطلاق تطوئ الشعب العربي الفلسطيني وإركاهه وقدما يعني لجأوا أو ذهبوا إلى الدعا وإلى الهدوء وإلى الظنون إنه خلص استسلم الشعب الفلسطيني بيطلع لهم هذا الطوفان اللي صار كانت فيه طوفانات أخرى قبله عديدة بجوز بوتائر أقل لكن فيه طوفانات بعده سيظل هذا هذه المقاومة وسيظل الإسرائيلي من أول ما خلق وهو تحت السلاح خودة وبستار وسنوكي زي ما بيقولوا وميركافا وإلى آخره البيت الإسرائيلي أخي محمد بيختلف عن بيوت العالم كلها واجهته أسمك المدن بطلت تعمل ملاجئ في شوارح إسرائيل بتعمل ملاجئ فيش ملاجئ في عمان إسرائيل فيها ملاجئ فيش ملاجئ في القاهرة إسرائيل فيها ملاجئ لأنها قول دمئير بتقول إنه أنا الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل هي الدولة الوحيدة اللي برجع جيشها منتصر حسب رأيها وبعد أسبوع أسبوعين برجع للقتال أنا حزيني لأنه عندي خمس أحفاد لا أستطيع أن أضمن أنهم لن يخوضوا حروبا جديدة إسرائيل دولة عسكرية دولة حرب إسرائيل تساوي الحرب إسرائيل تساوي التوسع هذه العقيدة حتى الآن على العقل الإسرائيلي الاتجاهات الإسرائيلية التحولات التفاعلات اللي بصير في المجتمع الإسرائيلي بدها تقودهم إلى مزيد من العدوان وإلا إلى إدراك حقائق الحياة وحقائق المنطقة وحقائق الشعب العربي الفلسطيني المتمثل لكن هناك موقف أردني ثابت منذ 25 عام منذ الأزل ولكنه تركز في 25 عام الماضي في ظل ما يحدث وهو مباق كما هو في الخمسة الحسن القادم مية بالمية إحنا ما عنا مشكلة إحنا مشكلتنا أن إسرائيل جانحة إلى الحرب طالما هي جانحة إلى الحرب لا علاقات إيجابية معها لا علاقات على الإطلاق علاقات فريزر زي ما قال أخي محمد ولا غيرك ولا في المزبلة ما كانوا بدون يرموا اتفاقية السلام جماعتنا في سلط النفايات إحنا موقفنا متصل بحقوق الشعب العربي الفلسطيني وليس جديداً زي ما قال باشا إحنا مرتبطين ارتباط مشيمي بالشعب العربي الفلسطيني المقاومة الفلسطينية مقاومة عن الأردن المقاومة الأردنية بأشكالها المختلفة السياسية والإعلامية والديبلوماسية أيضاً مقاومة عن حقوق الشعب العربي الفلسطيني إحنا زي ما قالوا بيضة بصفارين أو بمحاحين أو بطين أيمن وبطين أيسر أقدار هذه إحنا أساساً شعب واحد إحنا أبناء بلاد الشام قبل أيام مملكة فيصل كانت كلها واحد فلسطين ولبنان وسوريا والأردن هذه بلاد الشام حتى جاءت سايكس بيكو وقسمت إحنا الآن نحتفل بالاستقلال وهو استقلال من أجل الاتصال مش من أجل الانفصال إحنا وحدويين وعروبيين وحل مشكلاتنا ومشكلات المنطقة بالوحدة ما في إمكانية أنه ننجو أمن الإقليم واحد إذا بصير مشكلة في الأردن بيزعزع الأمن الداخلي السعودي وبيزعزع الأمن المصري وإذا حدث ما يحدث فيه لا سمح الله في السعودية سيزعزع أمننا إحنا زي الأواني المستطرق الأمن في المنطقة واحد يفيد بعضه على بعض لذلك ما فينا نقول إنه فيه إمكانية أن نجري أو نبرم أو نعيد السلام مع إسرائيل بمعزل عن الاحتلال فيه احتلال ما فيه سلام أو فيه انتهاكات فيه مذبحة زي ما بيقولوا الآن مذبحة وإبادة جماعية في غزة لا يمكن أن يكون فيه سلام بيننا وبين هذا الذابح العلاقة في 25 عام مقادمة الثوابت الأردنية واضحة والأردن وتحدث ولي العهد بوضوح ما يتحدث به الملك على نية أنه يحدث به في المغلق موقف أردن واضح تجاه القضية الفلسطينية تجاه العلاقة مع إسرائيل وهذا الموقف مستمر ويحتاج اليوم إلى روافع عالمية لمساهمة في موقف الأردن الذي يؤكد أن لا سلام في المنطقة دون هذه الثوابت الأردنية يعني عزيزي أنا يعني مسألة موقفنا الأردني لا أريد أن أركز إلا على بعض النقاط أولا يعني ما يتحدثش فيه سمو ولي العهد بلقاؤه مع إحدى الفضائيات بأنه إحنا مسألة جلالة الملك دائما يعني مبني مواقفه على الصراحة والمكاشفة فوق الطاولة وتحت الطاولة واحد على عكس الآخرين هذا أولا اثنين أنا بأعتقد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية تمرض ولكن لا تموت سبع أكتوبر لها ما لها وعليها ما عليها ولكن في هذا الزمان وفي هذا الوقت يجب أن ننظر لسبع أكتوبر ضمن المنظر الإيجابي المنظر الإيجابي يقول بأنه سبع أكتوبر هو الآن أصبح نيتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية هذا من وراء سبع أكتوبر سبع أكتوبر الآن العديد من الدول الأوروبية اعترفت بدولة فلسطين إيرلندا إسبانيا نرويج النرويج هذا قبل أيام معدودة هذا جزء هذه القضية الفلسطينية اللي كانت على الراف قبل سبع أكتوبر ما حدث من مجموعة من الشباب الموجودين داخل قطاع غزة نعم وداخل الضفة الغربية هم أوجدوا هذه الحلقة بأن وضعوا القضية الفلسطينية على الطاولة اللي كانت ناسية منسية بسيطة الموقع في أردن اتجاه قبل الفصائل إذا كان يذكر في كل مكان وفي كل لحظة وفي كل مناسبة من اليوم الأول جلالة الملك عندما قال بأنه يجب أن يكون الحل مش عسكري الحل يجب أن يكون مبني على أفاق سياسية الناس تقود على الطاولة نيتنياهو ما بدي يقود على الطاولة الإسرائيلي ما بدي يقود على الطاولة لأنه مش من صلحته بالنتيجة الآن ضمن هذه المعايير الآن انظر ماذا يحدث في الجماعات في اللولايات المتحدة الأمريكية طلاب جامعات وبيض وفي الشوارع موجودين الآن لما طلاب الجامعات في أهم جامعتين هارفرد وكولومبيا بيقولوا فري فري بلستان الحرية لفلسطين العدالة عندما يقولوا الغائل استثمارات عندما يقولوا وقف الإبادة العدالة للشعب الفلسطيني ماذا يعني ذلك الآن فيه تغيير الأحدى أعضاء الكونجرس الأمريكي وهو من المتصاهينين يقول كالتالي الصراع القادم في الولايات المتحدة الأمريكية لن يقف على صعيد الديمقراطيين أو الجمهوريين الصراع الآن ما بين الجيلنا وما بين هذا الجيل القادم اللي بينادي في هذا الغطاب لأن فيه تغيير عند الأوربيين فيه تغيير في الشارع عند الأمريكيين فيه تغيير السردية الوحيدة وهناك دور أردني مهم في هذا الإطار ودور مهم لجلالتالك في توضيح الصورة يعني غير الرواية غير الرواية الإسرائيلي يعني أنا فقط وكشفها حشم الإعلام في المتصاهي إحنا في البلد وهذا رسالة لكل إعلاميين عندنا مضاع سياسية والله محترمة بس بحاجة من يسوق هذه موقف جلالة الملك ليس فقط من 7 أكتوبار إلى هذا اليوم إذا أنت بدك تحسب نسبة تناسب إحدى مراكز الدراسات الأجنبية حكت كل لقاة جلالة الملك بنسبة 78% من لقاةه كانت محورها الاستراتيجي فيما يتعلق بالفلسطين والقضية الفلسطينية ولكن الآن هذه المعطيات أنا لا أريد أن أكون أنا فقط بدي أذكر أخي محمد شيء بسيط جدا لطفلة فلسطينية عمرها سنة ونص بتخاطب عبر الإعلام وبتحكي ننى الملك عبد الله من قطاع غزة وسط الدمار هذه لو كان هناك لما نزلت المظلات قالوا هاي الأردنيين قالوا لكي بتعرف قالوا ما فيش غيرهم هذا الحكي اللي يجب استثماره في إعلامنا خارجي وداخلي طب هاي البنت الصغيرة عمرها سنة ونص بتعرف الأردن الحمد الله ليش هذه الطفلة لم تنادي لا بايدن والأجرحيم عربي ليش فقط نادتها لأنه في شيء ما يدن والموس موجود عند الناس نعم بنستقيق سيدي عبد جوك تفضل يعني بشرفي 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 إني بشعر بالرضا والفخر على خط جلالة الملك وخط ولي العهد وخط بلدنا وخط حكومتنا ورئيس حكومتنا ووزير خارجيتنا وخطكو الإعلام الأردني وخط البرلمان العيان والنواب ورئيس العيان ورئيس النواب والله إنني أشعر بالرضا وبالفخر إنه بلدنا على هذه الإغاثة التي بتقطع من جلدنا وما حدا شاكي إحنا عنا فقر كبير ومع هذا زي ما قال الباشا الجي بي اس حقه 12 ألف دولار الطيارة طلعتها بجوز 20 ألف دولار محتوياتها اللي بتنزلها بجوز 50 ألف دولار يعني ولا منه إحنا راضين كل الرضا وانت بتعرف في إمكانيات واجه في ناس بقول لك بنروع لحدود وبننعمل حرب وتحارب أمريكا وتحارب حلف الأطلسي وتحارب شو الحكي فأنا بشعر بالرضا على موقف جلالة الملك دائما وموقف ولدنا الحمد بجأشكركم كل شكر دفري كرام وقت انتهى شكرا جزيلا لكم شرفتوني بحقوقكم هذه الليلة شكرا جزيلا لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا لختام هذه الحلقة تصمعون على خير شكرا جزيلا لكم